lfdoors التي تأثر في machen. يعني أي العوامل التي تأثر في القوة العضلة أول شيء هو الgrowth ك lain كل المق Leah في العمر سيحدث لت Kyle السلطان المصله هي لomsomat دقيقة العضلة التي تحصلها شو精 لا رقب � sil كل ما تزيد في العمر المسل سيحصل لها يتقل طيب العمل الثاني هو طيب قال لك الميل عندهم عندهم كتل عضلية اكتر من من الفيميل ليه ان هو الراجل يبقى الميل عنده في حكاية في حكاية السيكس يعني ان هم عندهم مصل سايز اكبر كتل عضلية في 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 الميل اكبر من الفيميل طيب العمل الثالث هو طيب وفي مصل كونتراكشن الانواع بتاعة المصل كونتراكشن طيب الاول نوع عليك الايزو مترك الايزو مترك اول ايه الايزو مترك اه الايزو المالية كتب الان ما ماشتراكين في كلهم ان يحصل ايه اه تنشان في العضلة تنشان وازنزا ماسل لكن الايزو مترك اللي هو ده بيحصل ان طول العضلة اللينس بتاع المصل يحصل له او عبكين وايه كونستاند سابت في الايزو تونك بينقسم الاثنين كونسنتريك وايكسنتريك الاكسنتريك دي بتعمل المصل لينس بيحصل لها ايه بتزيد بيحصل لها لينسن انما الكونسنتريك بيحصل المصل لينس بيحصل لها شورتن تاني وبالراحة عندك تلات حاجات او تلات انواع للمصل طيب للمصل طيب كونتراكشن الايزومتريك عشان نخلص منها الايزومتريك كلهم بص بص كلهم بيحصل لهم تنشن ديفورد وزنزا مصل يعني بيحصل تنشف في المصل بالاختلاف سابق سابق الكونسنتريك سيهاجر ايه دي الايزومتريك اذا يكون تنشف من الايزو تونيك ليضاiejنا في اتنين اللي هما من الكونسينتريك والاكسنتريك الاكسنتريك ده بيحصل طول العدل المصل بيحصل لها المصل انما الكونسنتريك المصل بيحصل لها ايه بتقصر طيب بالنسبة للفورس قالك اكبر حاجة بيحصل لها قوة للفورس او بتتطلب قوة يعني الاكسنتريك ليه المصل بتطول مش احنا قلنا المصل المصل بيحصل لها لنسل بتطول فده بتحتاج اكبر قوة او بتبزل اكبر قوة عشان تخرج تخرج اكبر فورس يعني بالترتيب الاكسنتريك بعد كده الايزومتريك اللي هو المصل لنس بيحصل لها كونستنت طول العضلة بيبقى ثابت هنا هنا طول العضلة اكسنتريك بيحصل لها ايه لنسل بتطول هنا الايزومتريك اللي هو تاني واحدة بيحصل لها ايه كونستنت طول العضلة بيحصل لها كونستنت كونستنتريك المصل لنس طول العضلة بيحصل لها ايه شورتين بتقصر شورتين بتقصر فبالترتيب كده. متراك كونسيح تريك ده المソل هنا كونستانت هنا شورتال طب عندك بعد كده المصة hands لو ايه حجم حجم العضلة او الكروساي как بتاع العضلة ال shady AC suppose t Haider owned ON العضلة منطقي. لو انا معي مساحة مقطع او كتلة عضلية كبيرة زي ما في الراجل احنا انا الراجل عنده كتلة عضلية كبيرة اكبر من الست اكبر من الفيميل. فعشان كده الميل بيبقى ايه? زان الفيميل عشان المصل بتاع الميل اكبر من المصل بتاع الفيميل. يبقى في المصل لو كان كبير ده هيسبب اكبر في العضلة. طيب بعد كده يعني السرعة بتاعت انقباض العضلة. لو انت في الجيم وبشغل بالضمبل عمل تعمل بسرعة لعضلة. كده هتقل المصل قوة العضلة. لكن لو انت شغل بالراحة وبتحس بكل لايفة في العضلة كده هتزيد المصل. كل ما انت شغل بسرعة مش مستفيد من التمرين. لكن لو انت بتعمل بالراحة وبتحس بالعضلة وهي رايحة وهي جاية وبتحس بكل لايفة في العضلة شغالة كده هتزود من المصل. طيب يبقى اهو علاقة اكسية بين المصل وبين المصل. طيب بعد كده عندك يعني التمرين او ان انا التحفيز قبل ما اخش في المانا ومصل تست. ده هيسبب ايه? ده هيزود بتاع العضلة. يعني عندك اتنين اهو بيقول لك اه اتنين مرضى جالك وعملت التست على العضلة وخلصنا وروح التاني ادي له ايه? ادي له كده اقول له اعمل اه اه بعدها هنعمل التست وهديك واتقومني. طيب انما التاني سبته كده وقول تلو مرة واحدة تعال هنعمل التست. الشخص اللي عملت له عملت له تمرين قبل ما اعمل التست. ده هيسبب ماكسمام ريسبونس هيطلع معك ماكسمام ريسبونس. ليه? لان النيرفوس سيستم اتحفز. وادة زي اشارات وتنبيهات للمصل ان هي هتشتغل. فالمانواز تست بقى احسن. وزودت بتاع المصل. يبقى مهم او من العامل بتأسر في المصل. لان الشخص اللي هعمل له قبل ما اعمل له التست ده هيزود بتاع المصل. من خلال العصب بيتحفز بيعمل له ويروح يعمل لي للعضل باستخدام الاكسجين وغيره. طيب بعد كده اللينس تنشن ريليشنشيب. قال لك يعني كل ما تزيد الطول بتاع العضلة هيزيد بتاع العضلة. يبقى احنا قلنا كل ما تزيد كل ما اللينس بتاع العضلة زاد. التنشن. في زادت. يبقى تاني كل ما تزيد اللينس بتاع العضلة كل ما تزيد طول العضلة هيزيد بتاع العضلة زي احنا قلنا في اللي هو كان اكبر ان المصل بيحصل لها بتطول دي اكبر حاجة بيحصل لها انقباض واقصر حاجة بتطلع لي قوة في الفورس. تمام? بعد كده الفتيج كل ما الجسم بقى فتيج اكتر ومجهة اكتر كل ما بتاع المصل او الباور بتاع المصل بتقل. تمام? يبقى الفتيج بتأثر علاقة ايه? عكسية في بتاع المصل. بعد كده والتحفيز بتاع الشخص. لو شخص اتعمل وتحفيز ده هيتزود بتاع المصل. يبقى الفاكتور للمصل. ايه العام اللي بتأثر في طول العضلة. اللي ايج العمر احنا قلنا علاقة عكسية. كل ما تزيد للعمر هيقل المصل. احنا قلنا الميل مور سترونجر زان الفيميل. ليه? لانه الراجل. الكتل العضلية والمصل السازي بتاعته اكبر من الفيميل. الفيميل طرية. انما المصل سترينز بتاع الميل الراجل ان هو الراجل اكبر من المصل سترينز في الفيميل. احنا قلنا الايزومتريك ده بيحصل كليهم بيحصل لهم اه و زنزة مصل انما بيحصل ايه? بيحصل في العضلة. العضلة طول العضلة بتطول. اه انما الكونسنتريك بيحصل شورتن طول العضلة بيحصل لها ايه بتقصر انما الايزو مترك ايز يعني ثبات او كونستنت فاللينس بتاع العضلة طول العضلة بيحصل لها ايه كونستنت يبقى سابت كلهم بيحصل لهم تنشن وزنزا مصل انما الانسن بتطول وده اكبر نوع من من المصل كونترياكشن بيحتاج قوة او بيتطلب قوة او بيطلع قوة كلهم واحد الاكسنتريك لان المصل اللي هو هنيجي في هو هو طول العضلة بيأثر في كل ما تطول كل ما تزيد قوة العضلة او البوور اللي بتخرج العضلة المصل في العضلة كل ما يكبر هيزيد المصل بتاعة المصل كل ما تعمل كده للعضلة بسرعة كل ما تقل المصر لكن كل ما تبطأ من بتاع العضلة وانت بترفع كل ما تحس بالعضلة والالياف بتاعتها بتكبر معك علاقة عكسية زي ما قلنا ان لو انت شخص عملت له ده يحفز انه يعمل للمصل وبالتالي هتزيد بتاع المصر والتحفيز كل ما تزيد هيزود قوة العضلة احنا قلنا اثناء اكبر نوع من الضغط ويخرج اكبر نوع من القوة فها مور زين اي حاجة مور زين الايزومتريك ده صح الايزومتري كان وده كان نمرة اتنين كان نمرة واحد الايزومتريك نمرة اتنين كان اتنين كان نمرة اتنين كان ايزومتريك نمرة تلاتة كان الكونسنتري. طيب. كل ده بيأثر في المسل ما عادة مين? اه او المسل اللي هو حجم العضلة. نقولنا في الميل اكبر من الفيميل. بتاع المسل اه اللي هو ايزومتريك او كونسنتريك او الكلام ده. فده فعلا بيأثر في في المسل. الاسبيد اه علاقة عكسية. كل ما تزود الاسبيد فهتقلل من من بتاع المسل. طيب الجوينت موباليزيشن لأ. مولناش دي من الحاجات اللي بتعمل المسل. طيب. لما قلنا ان المسل لما المسل يحصل لها كونسنتريكتلي يعني يعني لما المسل يحصل لها كونتريكت طيب. اللي بيحصل للفورس او القوة بتاعت العضلة. لما الاسبيد السرعة بتاعت تزيد. طيب لما تسرعة تزيد. كده الباور او او اللي طالعة من المسل تزيد ولا تلا. هي علاقة عكسية. بتعمل علاقة عكسية مع المسل مع قوة العضلة. كل ما هو عايز ايه? تزيد المسل. ايه اللي يحصل لقوة العضلة? تقل. فاختارت ايه? تقريز. ان المسل قوتها هتقل. او الفورس بتاعتها او الباور اللي هي بتطلعها بتقل. ليه? انا عندي زادت. طيب الاسبيد زادت هل هيحصل في المسل ولا دكريز? لا هيحصل دكريز. هتقل المسل آآ كونتراكشن. طيب يعني اعلى آآ كمية من من الضغط. دي بيعتمد على ايه? على اللنس. بيعتمد على طول العضلة. ما بيصل لها لنسل. الكونسنتريك بيصل لها شورتن. الايزومتريك احنا قولنا ايزومتريك يعني سبات يعني كونستان. فكل فليه الاكسنتريك اكبر تنشن. لانه اكبر حاجة بيحصل لها لنسل. المسل الصايز. المسل لنس. طول العضلة بيحصل لها ايه? وبتطول. شورتن لا. ولا شورتن ولا لنسل لا. بيحصل لها فاتيج يعني اتعب او ضعف. لا المسل. عشان تخرج اكبر طول لها. فعشان كده اللي يعتبر اكبر اا 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 من انواع بيحصل لها ايه? بيحصل لها لنسل. بتطول. طيب. اا. طيب. انا قفت من ده هيبدأ في كله. يعني ده المصل بيحصل لها بتقصر يبقى ده بيحصل لها نفس الكلام دة كله بس اخر كلمة تخلي المصل بيحصل لها بتطول يعني هما الانتين دول معنا واحد المصل يحصل لها بيبقى سابت كونستانت او ستاتيك يعني ستاتيك هي اصلا كونستانت سابت طيب وقت العلاقة ما بين وقوة العضلة كل ما تزيد حجم الكتلة العضلية بتاع العضلة هتزيد زي الميل عن الفيميل قلنا في الميل اكبر من الفيميل يبقى كل ما تزيد مساحة المقطع بتاعت المصل ده هتزود للمصل لكن المصل ما عندهش تأثير لا ليه هتأثير او تعتبر من من العوامل اللي بتأثر المصل صايد العلاقة ما بينهم علاقة ايه طردية كل ما تزيد المصل صايد كل ما هي للكورس سيكشن اللي هو المصل صايد زي جريتر لستنس بتاع المصل العلاقة ما بينهم علاقة طردية طيب ايه من ده احسن وصف الايزومتريك او كونستانت كونتري اكشن مختلفناش عليها المصل بقى طول العضلة بيحصل لها ايه لا تغير طول العضلة ماله كونستانت سابت احنا قلنا يبقى للنس بتاع العضلة طيب لو حصل لها زي مصل في اللنس يتغير في اللنس لا هو مش بتغير هو سابت في اللنس يبقى الايزومتريك او طول العضلة بيحصل له ايه لا يتغير كونستان طب لو حصل له يبقى انت في طب لو حصل له يبقى انت في تاني تاني انواع المصل كونتري اكشن الايزومتريك الايزو طول العضلة بيحصل لها ايه ضونت شينج طيب الايزو الايزو الايكسنتريك اكسنتريك طول العضلة بيحصل لها ايه بيحصل لها لنسن بتطول وده اكبر نوع من انواع العضلة رقم واحد وتاني نوع الايزومتريك انما التالت اللي هو اهل واحد في يوم ان العضلة بيحصل لها ده الكون سنتريك الكون سنتريك المصل اللينس بتاعتها بيحصل لها ايه طولها بيحصل له شورتين بتطول لو في الايكسنتريك وده اكبر نوع من النوع العضلة بتطلع تاني حاجة الايزومتريك تالت حاجة الكون سنتريك